هنا في هذه الحديقة أغوص في كتبي وفي قراءاتي على هذه السلالم أدلس كل يوم أحمل كتبي وأنطلق في رحلتي مع القراءة في هذا المكان أنطلق إلى عالم خارج حدود الزمان والمكان وسيحين الوقت الذي يقدرون فيه قيمة هذه النامة الدافع من مشاركتي في تحدي القراءة العربي هو رغبتي في تحريق الفوز وفي أن أكون فتاة تقرأ تتحدى وتفيد العالم يعني لحظة هدويق فاطمة بطلة الأزهر وبطلة مصر كانت لحظة سعادة لا توصى إحنا متعودين أن هي تكسب كتير في مسابقات كتير من ساعة ما كنا في المدينة فاطمة مهبوبة من منصو الصغر كانت وهي صغيرة كانت بتحب القراءة جدا 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 طبعا حفظت القرآن وهي شطرة جدا يعني وطموحة وكانت دايما تفتخر أنها تكون مشهورة وهترفع اسم البنداري عاليا طبعا لحظة تتويق فاطمة بطل التحدي القراءة العربي لجمهورية مصر العربية الأزهر الشريف أنا كنت موجودة معها في اللحظة ديا كان يعني بصراحة فرحة لا توصل يعني أنا الحمد لله أعلم قدرات فاطمة يعني هي قدرات فاطمة الحمد لله بس طبعا هي حاجة كبيرة حاجة كبيرة وزمائلها ما شاء الله كلهم كانوا على قدرات عالية فكون إن أنا كنت أتأكد إن فاطمة أتاخد بطل التحدي القراءة العربي كان شيء صعب لأنهم ما شاء الله تبارك الله كلهم أولادي كلهم أعرفهم عن قرب كلهم جدرتهم عالية نحن نقرأ لنتعلم لنعلم لنفكر لنؤلم لنحلم ولنكون دفع أنا فاطمة عاطف عبد الرازق بطل الأزهر الشريف من جمهورية مصر العربية انتظروا